الله أكبر اهدئ الصراط المستقين صراط الذين نعت عليهم غير المضم عليهم ولا الضالين حامين حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجر مسمى والذين كفروا عما مدروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أنهم شركوا في السماوات إيتوني بكتاب ما قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم ظاهلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلع عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افترى قل إن افتريتوا فلا تفلكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيرون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل عذاب إثمه فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدر قوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفهم قدين ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمه وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحدنون أولئك أصحاب الجنة طالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله من المدحمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ايهاك نعم وإياك لاستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين أهدنا الصراط الذين نعمت عليهم ولا الظالمين ووصينا الإنسان بوارديه إحسانا حملته أمه كره ووضعته كره وحمله وفصانه ثلاثون شهرا حتى إذا أبلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصبحني في ذريتي إني توت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما تعيدا لني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وإذا كاملن وعد الله حقا فيكون ما هذا إلا أساطير الأولين أذلك الذين حق عليهم القول فيهم من قد خلت من قبلهم من الجن والإلس إنهم كانوا قاسرين ولكل درجاتهم مما عملوه وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار يذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون الله أكبر سمع الله لمن حمد سمع الله لمن حمد لا but سمع الله لمن حمد الله عزيز السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعود وإياك أستعين اهدئ الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغبوب عليهم والطالين وانكر أطاعات لذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النظر من بين يديه ومن خلفه أننا تعبدوا إلا الله إني أطاف عليكم عذاب يوم أليم قالوا أجهتنا لتأفكنا عن آلهتنا فارثنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أوسنت به ولكن لي أراكم قوما تجهبون فلما رأوه عارضا مستغبلا وديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزل قوم المجرمين وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِي مَا إِمْ مَكَنَّاهُمْ فِيهِ وَجْعَلْنَا لَهُمْ سَمْعُمْ وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدًا فَمَا أَطْبَاعُهُمْ سَمْعُهُمْ وَذَا أَبْصَارُهُمْ وَذَا أَفْئِدَهُمْ مِنْ أَشَيْءٍ إِنْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَضِهِمْ إِنَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَذِمُونَ اللَّهُ وَتْبَرْ سَمْعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا اللَّهُ وَتْبَرْ اللَّهُ وَتْبَرْ اللَّهُ وَتْبَرْ اللَّهُ وَتْبَرْ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ذَلِكْ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعُدْ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ إِذْلَا الصِّرَاقَ الْمُسْتَقِينَ صِرَاقَ الَّذِينَا نَعْمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِينَ وَلَقَدْ أَزْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرَجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُ الَّذِينَ اتَّخَلُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانَ النَّالِهَا بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا وَاصِقُونَ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْلَوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا نُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِينَ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَنَا يُجِبَ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرَضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحِيَيَ الْمَوْتَى بَنَا إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَقَدِيرٍ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَنَا وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَلَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَاصْبِرْكَ مَا صَبَرُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ لَمْ يَلْبَتُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَّهَارِ بَنَاغِ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ سَمِعُ اللَّهُ لِمَا تَمِينَ اللَّهُ أَكْبَرُ 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 ترجمة نانسي قنقر الله أكبر والذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الذين كفروا وصلوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بانهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرطاب حتى إذا أثقاتموهم فشدوا الوثاق فإما أمنا بعد وإما فدالا حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشار الله لن تصر منهم ولكن يذنوا بعضكم ببعض والذين قتلوا من سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخنهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسنهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إياك نعمل وإياك نستعين إذن الصراق المستقيم صراق الذين آمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تبكن الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سبوه عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقوم فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسد مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو طالد في النار وسقوا مالا حميما فقطعا معالهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين موتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة فقد جاء شراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلمنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلمكم ومثواكم الله أتباه سمع الله لمن حميلا الله أتباه الله أتباه الله أتباه الله أتباه سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضوا يوضرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فأن عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أطفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهنى الشيطان سول لهم وأمنا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرموا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوان فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم برض أن لن يخرج الله أضوانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحل القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كبروا وصلوا عن سبيل الله وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم الله أكبر سبي الله لمن حميده سبي الله لمن حميده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعود وإياك نستعين إهدل الصراط المستقيم صراط النبينا نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كبروا وصلوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفارون فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلمون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعبوا لهم وإن تؤمنوا وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم هدوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها يحفكم فيحفكم إن يسألكموها فيحفكم تبطلوا ويخرج أضوالكم أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مالك يوم الدين إياك عمل وإياك أستعين إن صراط المستقين صراط الذين نعمت عليهم غير الله عليهم ولا الظلمين آمين بسم الله إنا فتحنا لك كتحاً مبينا لاغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأثر ويتم نعمته عليك ويهديك صراط مستقيما وينصرك الله وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وللله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ينفر المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنها وقالبين فيها وينكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله صوتا عظيما ويحذر المناكبين والمناكبات والمشركين والمشركات الضامنين بالله ضمن السوء عليهم دائرة السوء ووضب الله عليهم ونعنهم وعبدهم جننم وسادت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسمناك شهدنا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزموه وتلطروه وتسمحوه وتسمحوه بكرة واصينا اللهم أخشوه anda ذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وزين ذلك في قلوبكم وضلتم ضمن السوء وكنتم قوما مورا ومن لهم من الله ورسوله فإنا أعدلنا بالكافرين شعيرا ولله ملك السماوات والأرض يوفر لمن يشاء ويعدل من يشاء وكان الله أفورا رحيما سيقول المخلصون إلا طلبتم إلى مرانب لتلقلوها فأنا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسنوننا بل كانوا لا يحقون إلا غليلا قل للمخلصين من الأعراب ستدعون إلى غوم من بأس شديد تقاتلونهم لو يسلمون فإن تطيروا يمتقوا الله وجعا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطعن الله رسوله يذكره جناك تجري من تحتها الأنهار ومن يدى والذي يعذبه عذابا أليما الله أكبر سمي الله مني من فمينا الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله موانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكفا أيديا الناس عنكم ولتكون آيةا للمؤمنين ويهديكم صرابا مستقيما وأخرى لم تغذروا علينا قد رحاب الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لونوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد طلت من قبل وأن تجد رسولة الله تبديلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمل وأياك نستعين إذا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير مضبوب عليهم ولا الظلمين وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطل مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والذين معكم فلن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساهم مؤمنات لم تعلموهم من تطرهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يرقل الله في رحمته من يشاء لو تسيروا لعبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزم الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما الله بكل شيء عليك الله بكل شيء عليك الله بكل شيء عليك الله بكل شيء عليك اشتركوا في القناة 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 الله 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 أكبر 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 الله 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا اشتركوا في القناة 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 ماذا؟ 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 بسم الله السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى first of all we are so thankful to Allah that our young brother to become our Imam son of our beloved brother Ahmad Jah may Allah tabbaraq wa ta'ala make a hafiz of the Qur'an al-Kareem with our children amen secondly we are thankful to our brother as well tazakallahu ta'ala wa barakallahu fi may Allah tabbaraq wa ta'ala give you a long life with iman and shaham amen brothers a few ayats first one is Allah tabbaraq wa ta'ala say ti'u allahu wa ti'u rasoola wa la tiktulu amalim we are muslims why? because we are we believe in Allah and his messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam we are muslims because we are full of Qur'an and sunnah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam Qur'an and sunnah is a base whatsoever we do in life specially religious wise we have to have a reason from the Qur'an and sunnah that's all whom ever says any alim says any imam says we have to follow Qur'an and sunnah we have to have a reason from the Qur'an and sunnah then we will carry on insha'Allah tabbaraq wa ta'ala secondly Allah tabbaraq wa ta'ala khayyid mentioned taqad radiyallahu anil ladheena yubayi'unaka tahta al shajara there were sahaba came from Madina al-Munawwara bay'a al-Aqabat al-Ula wa ta'aniya they promised Islamic promise with Nabi sallallahu alayhi wa sallam the first time was 13 the second time was 73 Allahu Akbar Allah ta'ala says I am happy from them I am agree from them subhanAllah now can we tell to those sahaba to those slave of Allah which Allah ta'ala mentioned about them I agree from them can we tell about them that they are non-believer? can we curse them? can we believe that they are non-muslim? no then the belief of those people say six companions of Nabi sallallahu alayhi wa sallam are okay the rest of us are not that is treated against this ayah isn't it brother? yes yes or no brothers? yes alhamdulillahi rubbil'alim and also brother surah al-jira wallahi this is a great surah all quran is great mashallah this surah is for our daily life daily life few messages of Allah ta'ala first in our masjid how we see some of our muslim brothers how we see when we go they write يَا اللَّهِ يَا مُحَمَّد يَا مُحَمَّد يَا مُحَمَّد يَا اللَّهِ yes of course we have to call Allah ta'ala Allah ta'ala listen us He see us he will accept our supplications what's all ever Allah ta'ala we say يَا اللَّهِ يَا اللَّهِ يَا اللَّهِ يَا اللَّهِ he and his grave is where in Madinah Al-Hudubra Allah ta'ala ta'ala said in the surah al-fajra إِنَّ الَّذِينَ يَا يُنَادُوا لَكَ بِمْوَرَاءِ الْفَجُرَاتِ أَكْثَرُهُ لَا يَاكِلُمْ those people which they are calling you Nabi sallallahu alayhi wa sallam was alive in his room and people came from outside he called Nabi sallallahu alayhi wa sallam oh ya Rasulullah from outside even the distance may say 2 or 3 meter Allah ta'ala revealed this ayah this is disrespect with Nabi sallallahu alayhi wa sallam that you call outside of the world subhanAllah and you have to come inside and talk but how about Nabi sallallahu alayhi wa sallam away from us 23 or 25 thousand kilometers and he already passed away as well in a person here in New Zealand who kind of calling Ya Rasulallah okay what's up what's up he is joking actually he is joking actually okay can the Nabi sallallahu alayhi wa sallam hear no never ever he cannot hear subhanAllah the only thing is our salam when we say Allahumma salli ala Muhammadi wa ala Ali Muhammad the angel will take our salam to whom to Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam he cannot hear us subhanAllah dear poor brothers if we have anywhere some masadid head Ya Muhammad take that Ya out okay delete that one take it away from it say just leave Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam subhanAllah and also Surah Al-Hajarat a lot of lessons in it inshaAllah ta'ala if you have a time just read it bi-ithni lahi wa sallam who will read inshaAllah explanation 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 don't read your citation inshaAllah read it you will learn a lot with in it like that are you ready brother inshaAllah inshaAllah Allahumma laka alhamdu he is ready then all of us are ready inshaAllah 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 may Allah ta'ala gather us all together in just a bit for those besides be Lord Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam in may Allah ta'ala he seek our prayers in our fasting in our all ibadat in law ta'ala alayhi wa sallam also even we do may Allah ta'ala make it all sincere just for the sake of Allah ta'ala ameen ya rabbal alameen we'll see inshaAllah ta'ala one question yes yes can we say assalamu alayhi wa sallam okay good question when you go to the Medina when you close to Nabi sallallahu alayhi wa sallam we will say that assalamu alayka ya rasulullah why we do that because Abdullah ibn Ammar when he was coming from the journey not from the ahli Madina if they are coming to Masjid and Nabi sallallahu alayhi wa sallam he was going out from the Madina and coming back to Madina al-Munawwara then he was going to Nabi sallallahu alayhi wa sallam he was saying assalamu alayka ya rasulullah he was giving salam to Nabi sallallahu alayhi wa sallam as long he have done it inshaAllah we are allowed when we are close to the grave of Nabi sallallahu alayhi wa sallam close to that the cave there alright say assalamu alayka ya rasulullah but do not say it from here why we say it there because Abdullah ibn Ammar ibn Ammar ayat al-Karruh we have done it we will do it inshaAllahu bhaarak wate'ala done brother of Nabi sallallahu alayhi wa sallam dazzakallahu alayhi wa sallam now لقد قلنا نقول هذا صلى الله المنات واسلام سلم لنا على كل شمال لذذا كنت تعالى صلى الله عليه وسلم هنا نقول الصلاة وسلم للأرسول الله حسنا هذا سهم واحد بلابسي أخوة سليساً سألتم هم نقول نقوم نقول نتألنا نبي صلى الله عليه وسلم سبب الله تبارك وتعالى سبحان الله نتحدث نبي صلى الله عليه وسلم ما هذا هو دل؟ لأجل هذا هو إن شاء الله تبارك وتعالى هذا أمر تعبدي نبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عندما تتشاهد تقلق هذه تشاهد التحيات لله السلام عليك ينو النبي ورحمة الله وبركاته نحن نقل من محمد نعلمنا dat name فقد اخبرنا ما نفعلها ولكننا لا نفعله أنه لا يسمحنا فقط نحن نبي صلى الله عليه وسلم أمر تعبدي لو نبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أن نقول هذا كيف تلقنا من أجل كيف تقولنا ؟ لنقل ذلك نقل ذلك بالنقل ذلك نحن نشغل نصنات نبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير و بارك الله فيكو حيكم الله و بيكم إن شاء الله و تبارك وتعالى و بارك الله